أكد وزير الخارجية سامح شكري موسى ندة مصر للجهود الفلسطينية الرامية إلى تعزيز الوضع الفلسطيني على كافة العصادة السياسية والاقتصادية وشدد شكري خلال استقباله أمينة سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل أرجوب على ضرورة تهيئة المناخ الملائم لإحياء مصار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وصولا إلى إقامة دولته المستقلة من جانبه أحاطى أرجوب وزير الخارجية بآخر مستجدات في الأراضي الفلسطينية معربا عن التقدير لدور مصر الداعم للقضية الفلسطينية ومحورية الدور المصري في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية المنشودة